وفي رده على الإشارة المغرضة لسفير الجزائرية بخصوصية الاستفتاء قال عمر هلال لقد تحدثتم عن خطة التسوية والاستفتاء غير أنكم أغفلتم أن مجلس الأمن أقبرها منذ ربع قرن ديبلوماسيتكم سيد السفير تعاني من متلازمة التقزم كما قال هلال هذا يعني أن الزمن توقف عند الجزائر عام 91 تسعمائة وألف بشأن خطة التسوية